الشيخ نحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية التطبيع والنتائج التي تقول إليها وما يرتبط بها من تغيير المفاهيم التي تربت عليها الشعوب وطمس لهوية الأمة وطمس لآيات من المناهج التي تتحدث عن اليهود وما شابه ذلك كنا يبرز السؤال ألم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقيات مع اليهود وطبع العلاقة معهم في المدينة حتى هم نقضوا هذا العهد فلماذا نحن لا نباتر ونعقد هذه الاتفاقيات ونطبع الأوضاع فإذا يعني اليهود نبذوا هذه الاتفاقيات في ذلك الوقت نحن نغير الوجهة نعم هو يعني الآن قد مضى الكلام بأن الصلحة جائز لكن بذينك الضابطين الذين مضى ذكرهما فالسؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع اليهود صلحا فيه تنازل عن أرض للمسلمين هل النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع اليهود صلحا فيه التطبيع الثقافي بحيث لا تذكر الآيات التي فيها ذنب اليهود يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة أنزل الله عليه قوله وهذا بعد شهور سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم السفاهاء أولئهم اليهود الله جل جل وقال والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا ليلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو إلى غير ذلك من الآيات فقياس الحالة على الحالة ما يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام ذلك الصلح إنما يريده صلوات ربه وسلامه عليه بابا للدعوة إلى الله وقد أسلم بعض اليهود نبي عليه الصلاة والسلام يريد في ذلك مصلحة المسلمين بألا يرهقهم في حرب داخلية مع يهود المدينة بالإضافة إلى الحرب الخارجية مع قريش وغيرها ترجمة نانسي قنقر